لا يزال الشد والجذب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سيد التوتر حيث اتهمت الأخيرة المجلس العسكري بالمماطلة في نقل السلطة للمدنيين فيما وصفت رد المجلس على وثيقة إعلانها الدستوري بالمخيب للآمال القوى التي قادت الحراك الشعبي تؤكد أن بعض الاتجاهات التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها بعد أن ذاق الشعب السوداني الأمرين من شظف للعيش وأزمات خانقة ظهرت في استمرار معاناة اللاجئين والنازحين في ظل حالة الفوضى فضلا عن الأزمات المفتعلة في الخبز والوقود والتيار الكهربائي والغلاء الذي أرهق الناس في الضفة المقابلة تسلم المجلس العسكري مقترحات من قوى الحرية والتغيير حول طبيعة الحكومة الانتقالية ومن أبرز بنود الاقتراح تمديد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن تضم الحكومة سبعة عشر وزيرا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط المجلس العسكري التهم قوى التغيير بتجاهل الحديث عن مصدر التشريع في الحكم مؤكدا على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع وأضاف المجلس أن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء مثل ما نصت مقترحات قوى الحرية والتغيير كما اعترض المجلس العسكري على مدة الفترة الانتقالية مطالبا بأن تكون عامين فقط وليس أربعة أعوام مثل ما اقترحت المعارضة مراقبون يرون أن وصول القوى المدنية مع المجلس العسكري إلى نقطة التقاء مرهون ببقاء السودان خارج اللعبة الإقليمية والدولية واستمرار الحراك الشعبي في التظاهرات حتى لا تترك الساحة للأيد الخفية التي تسرق أحلام السودانيين